إنت بنلجأ للحال المجهري وأطفال الأنابيب؟ أول حاجة لو التلقيح الصناعي فشل بالدواعي بتاعته يعني تلقيح الصناعي بالدواعي بأسباب اللي بنعمل فيها تلقيح صناعي كربناه ثلاث مرات وفشل فنبدأ نخش على الحال المجهري أو الأطفال الأنابيب. طيب هل ممكن ننتقل ونسيب موضوع التلقيح الصناعي ونخش مباشرة للحال المجهري؟ ممكن في بعض السيدات بيتقول لا أنا مش عايزة أعمل تجربة التلقيح الصناعي خصوصا لنسبة نجاحها أقل من نسبة نجاح الحال المجهري فأنا عايزة أعمل حال المجهري على طول لا فيش مشكلة دي حاجة. الحاجة التانية الحاجات اللي ما ينفعش التلقيح الصناعي يعملها. زي إيه؟ زي سيدة والأنابيب بتاعتها مزدودة ده لازم حال المجهري أو أطفال الأنابيب الزوج حاليات المجهري بتاعته قليلة جداً ما ينفعش أعمل معاً تلقيح صناعي نفس الكلام أو الزوج ما عندوش حالات مانوية خالص حالات مانوية خالص أنا ممكن نعمله حالي مجهري ممكن نتعامل حالي مجهري لو خدنا عينة من الخصية والعينة بتاعت الخصية وضحت لنا إن فيه حالات مانوية ممكن استخدمها في عمليات الحال المجهري ترجمة نانسي قنقر